بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومولاه اللهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم مشاهدين الكرام يتجددوا اللقاء وحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال حديثنا يتواصل عن فضل الحلم وكضم الغيض عند النزاع وعند الشقاق وعند الغضب فمن أساء إليك أو سافها عليك قابلته بالحسنة وبالتي أحسن لا بالغلضة ولا بالخشونة قال عز وجل والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه الشيخان من طريقه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الصحابي الكريم الصحابي الجليل قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه أي يعني الأنات من توقف عليها بهاء السكت الأناه قال له فيك زوج خصلات زوج صيفات زوج أخلاق يحبهم الله عز وجل الحلم والأنات الصحابي الجليل هذا أشج بن عبد قيس كان مشهور معروف بهذه الخصلاتين حالهم الحلم والأنات ما معنى الحلم وما معنى الأنات الحلم بمعناه العقل والتعقل والتتبت في الأمور ما معنى الحلم هو العقل والتريوت والتتبت في الأمور العقل والتعقل والتثبت في الأمور وأما الأناه بمعنى عدم التعجل وعلم الاستعجال الأنات مليحة إنسان يكون تقيل أرزين حليم عندما يقابل بكلامه وتصرف والأنات يعني عنده عدم التعجل وعدم الاستعجال في قراراته وفي كلامه وفي تصرفاته وفي رد فعله وفي رد فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه وكذلك الحلم والأناه صفة اتصف بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإذن عرفوا عندما نقرأوا القرآن الكريم ونطالعوا على سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن أحاديث نبوية شريفة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أخلاق الأنبياء والرسل أخوانه من الأنبياء والرسل قال سيدنا موسى كان فيه الشجاعة سيدنا أيوب كان فيه الصبر سيدنا إبراهيم كان فيه الحلم والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه أمهات الأخلاق والصفات اللي اتصف بها الأنبياء والرسل وعليهم الصلاة والسلام فمثلا نأخذ من القرآن الكريم من صورة هود عليه السلام لما الله عز وجل يتحدث عن قوم شعيب وإلى مدينة أخاهم شعيبا في سياق الآيات واش يقول الله عز وجل على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما إن أصلواتك يعني أدعواتك أصلواتك تامورك أن نترك ما يعبد آباؤنا أول نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قوم سيدنا شعيب يتحاوروا مع أخ لهم وهو سيدنا شعيب وهو نبي لهم قالوا لأصلواتك تامورك تأمرنا هذه الصلاوات نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان ومن الشركيات نترك ما يعبد آباؤنا أول نفعل في أموالنا ما نشاء مع أنت هما كانوا يطففون في الميزان يبخصون الناس أشياءهم أو في الكيلة وزنوا بالقصطاص المستقيم قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز أول نفعل في أموالنا ما نشاء مع أنت من خير الحرم الحلال إنك لأنت الحليم الرشيد هذه بشهادة قومه الشهادة على القوم شهدوا على سيدنا شعيب بأن إنك لأنت الحليم الرشيد حليم في أخلاقه وفي تصرفاته ورشيد في قراراته سيدنا إبراهيم عليه السلام يشهد القوم التاع والقرآن مدحه بقوله إن إبراهيم لحليم أواهم منب فشهد له القرآن بصفة الحلم والإنابة وها هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها تصريح وفيها تلميح بفضيلة خلق الحلم وكذم الغيض عند النزاع وعند الشقاق إذا نخذ جملة من الأحاديث النبوية الشريفة يحثنا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يحثنا فيها المعلم المربي الأستاذ القدوة إلى الفضيلة وإلى الخلق الإسلامي الخلق الرشيد من خلق الحلم وكذم الغيض يروي الإمام مسلم في صحيحه من طريق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار يوم القيامة نخبركم في حضرة الصحابة الكرام يقول لهم ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله خبرنا شكونا هذا الإنسان لتحرم عليه النار يوم القيامة تحرم النار يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام على كل قريب لين سهل تحرم على كل قريب لين سهل ما معنى الكلام هذا قال شرح الحديد أي تحرم النار على كل من يعامل الناس بالحلم ويعامل الناس بالحسنة وبالتي هي أحسن لا بالغلظة ولا بالخشونة ولا بالقبيح من القول هذا الصنف من الناس تحرم عليهم النار يوم القيامة والحديث رواه الترمدي من طريق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضه وفي صحيح الإمام مسلم اسمعوا ملح لهذا الحديث من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وهذا كأن ذأب الصحابة يكون قاعد النبي جالس في حضرة الصحابة الكرام في المسجد أو في مكان آخر أو في بيت من بيوت الصحابة أو في بيته أو في بيته ويجيه إما السائل يكون جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أو يكون داخل مع أن يدخل على المجلس ويقول يا رسول الله دلني على شيء أوصني بشيء فجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة قال يا رسول الله إن لي قرابة ونختم بهذا الحديث لأن الوقت يداهمنا إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني عندي فامير يا عيلة أنا نوصلهم هم يقطعوني نجوش لي أحسن إليهم ويسئون إليه أنا نحسن لهم وهم يقابلون الحسن بالسيئة بالإساءة وأحلم عليهم ويجهلون علي أنا بالعقل والتثبت والتعقل معهم لكن هم يجهلون عني إما بالقول إما بالتصرفات وش قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع أمني يا أخي المشاهد أختي المشاهدة قال لأن كنت كما قلت لك أنك تسفهم المل لو كان رأيك كما رأيك تقول تحسن إليهم تصلهم تحلم عليهم وهم يقابلونك بالعكس يقابلونك بالعكس قال له كأنك تسفهم المل بمعنى كأنك تطعمهم الرمال الساخنة تخيل الرمل سخون توكل لهذا الإنسان لو يتعامل معك بهذه التصرفات قال شرح الحديث وفي هذا كناية عن شدة العذاب يوم القيامة كأنك تطعمهم كأنك تشبه استعار مكنية هنا كأنك مع أنت كناية عن شدة العذاب يوم القيامة شدة لك أنك تطعمهم مع أنت التصرفات التعك هذه الحسنة هم يقبلوها بالتصرفات سيئة رأيك تطعمهم الرمال الساخنة كناية عن شدة العذاب يعني هذه من أسباب العذاب يوم القيامة والعياذ بالله الوقت يداهمنا سائلين المولى عز وجل السداد والرشاد والخيل بلاد العباد ما زال حديثنا يتواصل ونبحر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدلنا وتحتنا على فضيلة من فضائل الإسلام ألا وهي فضيلة الحلم وكضم الغيض الله نسأل أن يخلقنا وإياكم بهاته الفضيلة وأن يلهمنا مراشد أمورنا اللهم أعن على شهوات أنفسنا وعلى الشيطان اللهم يا ذا قوي يا عزيز كل إخواننا المستضعفين في غزة يا قوي يا عزيز سدد رميهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا رب العالمين وصل الله وسلم مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته